لما نيجي نتكلم شوية عن المطش والعقبات اللي ممكن تكون بتقابل كيروش هي عقبة وحيدة أو ظرف واحد وكالبنا فيه مبارح وأول ووضحنا في وجهة نظارنا والناس كلها أكيد مدركة حاجة زي كده هي إيه؟ هي الأزمة الدفاعية الأزمة الدفاعية اللي بتتمثل في غياب آخر عنصرين بالنسبة لك عبد المنعم والوينش فبتعوضهم بعلي جبر ورامي ربيعة بالإضافة لتواجد إيه؟ لعيب أكبر أو في المكان ده زي أيمن أشرف زي ياسر إبراهيم اللي عمل مطش كبير أول مطش الفاتلة منزل مكان عبد المنعم زي محمود علاء فبالتالي إحنا برضو بنضع ثقاتنا في أي اتنين حيلعبوا أي اتنين حيلعبوا والأقرب تبقى للأخبار اللي جاي من هناك ياسر حاجز مكانه بإذن الله بعد الأداء المميز في المباراة الأخيرة وبنسبة كبيرة علي جبر وأنا على المستوى الشخصي بحبس جدا علي جبر يلعب هتقولي ممكن يكون بطيء شوية هاركته بطيئة شوية كلام مندي بس عنده مميزات تانية وتحبيزي لي أن علي جبر هو اللي يلعب مش عشان تقليلا من الباقي اللي موجود خالص كل واحد لعيب جامد جدا وكل واحد عنده قدرات مختلفة ومميزات مختلفة عن التاني بس الميزة اللي احنا محتاجينها في علي جبر أنه طويل القامة بيقدر يلعب بدماجه كويس عنده خبرات دولية عظيمة ولعب كاس عالم ولعب أمم أفريقيا هو يقدر أنه بإذن الله يعمل شغل كبير في المباراة دي فده الجانب اللي بيتعلق بالأمور الفنية وبتحديد خط الدفاع من الوارد يكون في تغيير واحد في خط الهجوم بخروج مصطفى وتواجد عمر مرموش وأيا كامل اللي هيلعب بإذن الله يكون موفق بإذن الله تعالى من ضمن الأمور المهمة كمان الملعب الملعب كويس زي ما بنسمع ملعب كويس إلى حد ما فبإذن الله يساعدنا بشكل كويس الدرجات الحرارة بتطراح ما بين 16-19 درجة برضو زي ما عرفنا فدي برضو درجات حرارة مناسبة جدا أنك تلعب مباراة مميزة الحكم مصطفى غربال من الحكام المميزين جدا الحكم الجزائري برضو ده عنصر يطمن شوية أنه هيكون حيادي لأن احنا شفنا الحكام الأفارقة وشفنا الحكم اللي كان معانا في المطش اللي فات هنا في القارة كان صعب جدا وكان فيه طرد السنغال ما طلعش الانزار الثاني وطرد اللاعب فبرضو ده حاجة من الحاجات اللي يطمن شوية حكم اللقاء نتمنى أنه هو يكون محايد وأكيد حكم مميز بإذن الله بس يكون موفق في هذه المباراة كل التفاؤل والدعم والمساندة المنتخبنة وإن شاء الله بإذن الله بإذن الله نفرح بكرة كده الساعة تسعة ولا حاجة حتى لو فيه أكسترا تايم ماشي نوصل ونفرح ونكسب وكل حاجة تبقى زي فل ويبقى يوم سعيدة على الشعب المصري كله ده فيما يتعلق بمنتخب مصري ريسي عندي أخبار أخرى عن المنتخب بس خليني أروح لفاصل سريع الأول وبعد الفاصل نرجع نكمل يلا بنا